حيتان الأوركة القاتلة ضد التمساح في صراع بأن حيتان الأوركة القاتلة وتمساح المياه الملحة يكون الوضع متوترا ومحتملا للغاية الأوركة بقواتها وزكاة وعدوانيتها تعد واحدة من أكثر الكائنات المفترسة في المحيطات وتهاجم أي شيء يتحرك في المياه بما في ذلك التمسيح التمساح المالك برغم قواته وقدرته على البقاء في الماء والبر لدي تحديات كبيرة عند مواجهة حيتان الأوركة والأوركة لديها حواس حادة وتكتيكات هجومية متطورة مما اجعلها قادرة على الاتشاف والتمساح ومواجهام التو بسرعة وفعالية علاءة على ذلك في أن قوة وحجم الأوركة تعطيها ميزة كبيرة في المواجهة وتميل حيتان الأوركة إلى التعاون والهجوم كمجموعة مما اجعلها أكثر فكان عند مواجهة تمساح المياه الملحة قد تكون من الممكن أن تنجح مجموعات من الحيتان الأوركة في الاعتداء على التمساح وقتله بسرعة نظرا لقدرة على التنصيق وتوجيه الهجمات المتزامنة فبالتالي يبدو أن الأوركة لديها اليد العليا في هذا الصراع نظرا لقواتها وحجمها وتكتيكاتها المتقدمة ومع ذلك فإن تمساح المالح يظل قائنا قويا ومتطورا